موسيقى موسيقى السلام عليكم اليوم روح نشوفو موقع الجزائر في العالم في ميدان التربية يعني بشقيها يعني الجودة تعلن نظام تعليمي وكذلك الجودة شخص تاني هو البحث هو التعليم العالي الجهة هذه بالبني وهذا التقرير هذا دارته تاني أكبر مؤسسة في العالم بعد مؤسسة الأمم المتحدة والمؤسسة اللي دارت التقرير هذا هي مؤسسة الورد فورم يعني المنتد العالمي للاقتصاد هنا نشوف المصدر المنتدى الاقتصادي العالمي والتقرير هذا ندار بتاريخ 28 مارس 2023 يعني عنده عشر أيام ونشرته هنا مجلة مجلة هنا الجلي أونلاين مجلة خليجية إذن نروح نشوف التقرير هذا أولا نشوف نظام تعليمي في البلدان العربية نشوف أن الجزائر تحت المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 23 عالميا وهذا نأكد عليها أنها مهمة جدا الترتيب العالمي هذا في المرتبة 23 ونعرف باللي في العالم كان حوالي 250 دولة إذن باشن للناس اللي يتصغر في فمها يديروا لفين بوش كما نقول إحنا بالقورية ها هو تقرير العالمي وهذا المنظمة يعني تعال المنتهد الاقتصادي العالمي هو هو متكون من دول غربية أكثر من ما هي دول دول الشرقية واللي يزيد من التقرير هذا يعطي له الزخم ويعطي له القوة هو عدد التلاميذ في الجزائر ونشوف بأنه عدد التلاميذ في الجزائر هو 10 ملايين فاصل التسعة يعني نقدر نقول 11 مليون ناس تلميذ عندنا عدد 11 مليون تلميذ في الجزائر وهذا العدد العدد التلاميذ ويش يعطينا الفكرة يعطينا على نسبة التام الدروس في الجزائر هي تعتبر عالية جدا هي المفروض عندما تكون العدد تحت التلاميذ كثر كلما تنقص الجودة من تعليم كلما يكون عدد التلاميذ كبير لكن العكس هنا في الجزائر رغم أن عندنا 10 ملايين وهي أكبر نسبة من تلاميذ في كل دول العربية ما عدا مصر مصر اللي عندها 20 مليون وهنا الثاني من عدد التلاميذ وهذا أمر طبيعي لأن السكان هو الثاني في العدد يعني بجمل السكان الإجمالي يعني تعالو إذن هذا التقرير وبدون ما ندير مقارنة أنتم ما تشوفوا وحدكم تشوفوا بدون ما ندير المقارنة نشوفوا هنا بدون ما ندكر الأسم نشوفوا هنا ترتيب تعالي الدولة اللي قدرت صدعتنا بالزخ تح نشوفوا الترتيب التح والراه الآن نروح للشق الثاني وهو البحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي في التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر تحت المرتبة التاسعة بين دول العربية والمرتبة 88 من دول العالم رغم أنه نشوف الترتيب هذا ما راش يعني يعتبر متوسط يعتبر متوسط لكن نشوف هذه الدولة اللي تبقى دايما نصدعنا بالكلام العيان الكلام الجايح نشوف أن الترتيب التاح هو أدنى وهذا هي بدون ما نطرق إلى كمثلا بعض الدول اللي احتلت مراتي بالأولى هي في الحقيقة ليست تقدر تكون نحن نقارن بها هي أول كما قاطر الإمارات هذا الزوج يعني لأن عدد السكان عندهما وشغل كثير لا يفوت للمليونين وكذلك نسبة العمالة أو نسبة يعني العمالة الأوروبية التي تأتي من دول المتقدمة هي نسبة كبيرة في هذه الدول وهذا يأثر بالضرورة يأثر على المستوى أنت على التدريس ومستوى التعليم ومؤسسة البحث العلمي هذا أمر طبيعي وما يعكش حقيقة المشاكل التي قد تعاني منها دول أخرى التي عندها نسبة كتفة سكانية أكبر يعني تقريب عشرين مرة أكثر إذن نحن يعني كنا ننطلق من منطق اللي عندنا غاشي يعني حوالي خمسة وربعين مليون نسامة نقدر نقول بلأننا في يعني مراتب جيدة أقل ما يوقع إذن هذا هو التقرير المنتدى الاقتصادي العالمي اللي يندار في 28 مارس ع السنة 2023 وعن ترتيب الدولة العربية في الجودة للتعليم وكذلك في جودة المؤسسات البحث العلمي تقرير هام جدا يعطينا صورة انفلاش باش نقيم نفسنا لأنه إحنا إحنا إلا قيمنا نفسنا التقييم هذا يقدر يكون يعني فيها عاطفي لكن هذا هذا التقرير موش عاطفي ويجي من مؤسسة أكبر مؤسسة اقتصادية في العالم ما بعد مؤسسة الأمم المتحدة هذه أكبر المنتدى الاقتصادي العالمي هو أكبر مؤسسة في العالم وعندها تقارير في كل ميادين مشغلة في التعليم في الصحة في كل الميادين هي اللي دير تقارير هذا وهذا التقارير يشرف هنا نحن الجزائريين نكتفي بهذا القدر وصح رمضانكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر